ده الجزء الثاني من سلسلة حرمية لكن محترمين جدا وأصحاب أخلاق عالية على فكرة مش أنا اللي بقول كده ولا ده رأيه لكن التاريخ هو اللي وصفهم بالصورة المثالية دي أول واحد معنا النهاردة هو بيل ماينر وده كان قطع طريق بيسرق أي حاجة بتقابله وكان بيضيع فلوس السرقة على الرأس وشرب الخمور السبب اللي خلى التاريخ يوصفه أنه محترم بأنه ما كانش بيأزي حد أو بيقتل أو بيمارس أعمال العنف مع الضحية كان بيسرق بكل لطافة وأدب ويقول كلام جميل للضحية أو قصيدة شعر علشان يهد أعصابه أثناء السرقة ولو الضحية قال له أنا محتاج الفلوس دي جدا لغرض معين ما كانش بياخدها منه وكان بيسيبه يمشي في سلام وفي مرة سرق أحد السوائين على الطريق وكان أخذ منه الأموال والساعة وحتى كمان الحزاء كان خده منه وبعد ما سابه ومشي الظهر كده النظامير واجعه فارجع له مرة تانية واعتذر له ادى له الساعة والحزاء بدل ما يروح حافي وقال له أنا هاخد منك بس الفلوس واختفى على طول اتقابد عليه سبع مرات وهرب أربع مرات منهم وفي النهاية حكم عليه بخمسة وتلاتين سنة سجن آخر واحد معنا النهاردة هو جوني توريو وده واحد من أنجح رجال الأصابات في مدينة شيكاغو الأمريكية بدأت قصته سنة 1920 الغريب بقى في القصة دي انه كان زوج وأب مثالي وكان دايما بينصح أولاده بأعمال الخير والبعد عن الرزيلة حاجة كده يعني عكس بعضها المهم كان بيرجع المسروقات لصحابها في مقابل مادي أقل بكتير من ثمنها الأصلي يعني لو سرق حاجة بقيمة 10.000 دولار يتواصل مع الضحية ويرجعها لهم تاني بألف دولار فقط جوني كان واخد السرقة مهنة أو وظيفة يعني وكان بيفصل ما بينها وما بين حياته الأسرية وعمره ما قاتل حد لكن طبعا دخل السجن وتوفى جواه بالسكتة القلبية بقى فيديوهين والسلسلة دي تخلص سلام